في الوقت اللي هنتكلم بكل وضوح نادي الزمالك بيعتمد على لاعب واحد مع ما شان اللي بقول الارقام اللي بتقول يحيى الدرع هو شاي نادي الزمالك ما احترامنا لكل اللعيبة التانية ولعيبة دوليين ولعيبة يعني على رأسنا من فوق ولكن فنياً يحيى الدرع اللي شاي نادي الزمالك انا بتكلم على المنافس طبعاً كل اللي احترامنا وكل عندي انا بتكلم على حالة فنية انا بتكلم على حالة فنية فرق اوسط فرق فريق بيعتمد على كل اللعبته بحراس مرمى انت عندك النهاردة اثبت لك حاجة انت عندك محمد عسام الطيارة احترف في الدورة الالمانية كأول حارس مرمى وصل احترف في الدورة الالمانية ما وعدش عندك حراس المرمى عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد اللي اتنين قدوا اداء رائع المباراة اللي فات برغم ان عمارهم كام هقول لكم العمار 21 سنة و23 سنة ويمكن ماكملوهاش ادي عمار حراس المرمى في النادي الاعلي اللي تصدوا في مباراة الزمالك لنجوم كبار وخبرات كبيرة جدا يبقى احنا ما كناش بنصدر كلام احنا كنا عارفين بنقول ايه وكل الدعم لهذا الفريق وعندنا ثقة ان شاء الله ان هم قادرين على حاسم طولة الدورة انا اخشى يعني اللي اخشاه مش اداءهم ان شاء الله اللي عيبها عندهم روح وحاميد شفنا اسامة الجزيرة اسامة الجزيرة حط 9 هداف المباراة اللي فات الناس قالت لك كذا ده لعب دولي ولاعب 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 دولي ولاعب مع تونس ولاعب افريقيا وبتاع ماتش اللي فات تقلق روحا واداءا شفنا اسلام حسن ما شاركش الشوت الاول ونزل الشوت التاني قادر فريق للعودة والمنتدى والتفوق بفرق هدا وشفنا النادي الاهلي بغير دفاعاته شفنا النادي الزمالك عشان يحط فيك جن سحب حارس المرمى ونزل بلاعب سابع ما انت ممكن تخير حارس المرمى ونزل بلاعب سابع سبع هجوم على ستة ادفاع النادي الاهلي نادي الزمالك لعب تلت هجمات او اربع هجمات في المباراة بسبع لعبين على ستة وما كانش بيقع في سجل ده يدل لك على قوة دفاعك ساعتها النادي الاهلي غير دفاعاته ثلاثة اتنين واحد او ستة صفر بالمقابلة وخمسة واحد نوع في دفاعاته ما كانش قادر النادي الزمالك يحرز مع كل الكوكبة اللي موجودة عندهم من اللعيب الخبرات اللي موجود كل التوفيق انا اسف انا حبيت افرد اتكلم عن كرة اليد ادي للفريق ده حقه ومطالب منك يا جماهير النادي الاهلي نساند هذا الفريق نسانده ونقف وراه لسه عندهم كتير جدا الولاد دي ولاد زغرين في السن عندهم طموحات امالهم وطموحاتهم الوحيدة هي اسعاد جماهير النادي الاهلي والله وشفنا في التسجيلات وجبناهم معنا بعد المباريات واللقاءات كل اللعيبة طيب الفرقة عندها مباراة مهمة جدا يوم الخميس مع سبورتنج في كأس مصر مباراة صعبة جد صعبة جد نادي سبورتنج ملعبه دي والماطش ده تعدادنه في الماطش ده هناك زهاب في الدورة في الدورة اللي فات ملعب انتوا هتشوفوا المباراة على الهوى ان شاء الله او لما تشوفوا تبقى المباراة الملعب دي جد فانت اللي بيجري بيجري خائقة هو الملعب كده زي ملعب الكرة سأناقي ملعب كرة ديقة وملعب كرة وسن عليك رينج الملعب بيبقى in between كذا وكذا فالملعب دا مباراة صعبة هي دي المباراة اللي احنا محتاجين ندعمهم فيها دلوقتي ان شاء الله ويعدوها على خير ونبتد نفكر في الدورة بإذن الله